اشتركوا في القناة والسبب الرئيسي والسبب الاساسي في معظم الامراض النفسية والاضطرابات المزاجية زي الفصام واثناء القطب والشخصية الحدية والفصام الوجديني والاكتئاب المصحوبة في كار سودوية او ميول انت حرية هتكلمكم في القاعدة دي عن حيات كتير جدا جدا ان شاء الله اتمنى ان هي تفيدكم الاول هقول لكم ملخص القاعدة دي من وجهة نظر الكاتب وبعدين هندخل في القاعدة هقول لكم قصتيا حصلت معي انا شخصيا ازاي ان انا في مكانين كنت بقدم لهم بعد ما خلصت جامعة بسبب عدم تطبيق القاعدة دي وهقول لكم كمان شوية قصص تاني من التاريخ العربي والاسلامي لكن في الاول كده حابب ان انا اقول من قلر دل في القاعدة للكاتب الكاتب بيقول دايما في لعبة السياسة والسطوة وحتى في العمل احرص على الا تظهر تفوقك على وليك ولا مقاط تمييزك على رؤسائك ولا تمني بمجهودك وقدراتك على من هم اعلى منصبا منك ولا اقدم منك خبرة وذلك لعدة اسباب اقام واحد لا تظهر تفوقك على وليك لان هذا يشعره بمبدأ المؤامرة ويجعله فاقد للامان والاستقرار في مكانه ومنصبه فسيأتي له عارض بانك ستأخذه منه وده بيسموه في علم النفس واقام اتنين لا تظهر تفوقك على وليك لان هذا التصرف يشعره بالدونية وهذا احساس يكرهه القادة والمديرين والسياسيين والمسؤولين اي حد اقدم منك حتى اكتر منك خبرة اقدم منك بيوم فبكره اللي احساس ده تماما لا تظهر تفوقك على وليك لان ذلك لا يمكنك من السطوة والسلطة وتثبيت مكانتك وقدرك بل بالعكس يجلب اليك السخط اوليائك وعدم ثقتهم بك ويحجب عنك تعاطفهم وعجابهم بك لا تظهر ابدا تفوقك على وليك لان في لحظة ما لا يمكن الا لشمس واحدة ان تصطع الا وهي شمس رئيسك فلا تحجبها ولا تنافسها لا تظهر تفوقك على وليك لان اظهار تفوقك وفضلك على اوليائك ممكن ان يؤدي بك الى هلاكك وفي بعض الاحيان موتك كما حدث مع ابو مسلم الخرساني وابو جعفر المنصور واغلوكم القصة باختصار ان شاء الله لما ندخل في الفيديو افضل قصة سمعتها عن اتقان هذه القاعدة ما حدث ما بين سيدنا خالد بن وليد وسيدنا ابو عبيدة بن الجراح في موقعة اليارموك وهقول لكم ان شاء الله القصتين بتوعي فيلا بينا نبدأ بسم الله والسلام والعضر خلاسي انا محمد وعلى آله وصحبه من والأهلا وسهلا بكم انا طه الشاعر وهنا قناة القناة موتامة بكل ما يخص صحة تحت منصة الغزاء والدواء والصحة النفسية والا ضربات المزاجية الهاتف كبيرة عندي لان انا عديت بمشاكل كده واخدت ادوية نفسية فترات طويلة ودخلت مصحة نفسية مورتين وتكلمت في اكتر من فيديو عن الموضوع ده هنا بالقناة ومن اكتر الاسباب اللي تؤدي الى الضربات المزاجية والمشاكل النفسية والأموراد النفسية هو الصدمات في الاشخاص والمواقف الصدمات في الاشخاص والمواقف هدفنا من السلسلة دي ان احنا نتجنب الصدمات في الاشخاص والمواقف ونحن نوصل للحكمة ازاي نتعامل مع الاشخاص التانية مش ان احنا نوصل لحتة سلبية او شخصية سامة او الكلام ده كله طبعا في يوم الايام انا شخصيا كان الكلام ده في 2009 وبعد مخلص الجامعة على طول صديق شخص ليه يكلمني وجال لي يبسطها انا شغال في شركة انترناشنال وبيده مقابل مادة كويس جدا ومنتجات كويسة وشغالة فانا عايزك تجي تشتغل معي تقول له ماشي ايشتغل معك مفيش مشكلة المهم فعملت انترفيو عالمي عالمي كنت اخد معي كل الشهادات والسيرتيفكات اللي انا كنت محتمي بيها واللي ما يعرفش عني يعني هقول لكم انا كان عندي لغة انجليزية وفرنسية والمانية كمان بالاضافة للغة العربية تجدرات الجامعة كويسة جدا تجدير عام جيد جدا وكان فيه سنوات كمان انجاي بامتياز بالاضافة ان انا كنت اخد حيات قاصة بالدبلومة في السيلز دبلومة في الماركتينج عند قوة تكونها كويسة كريزمة كويسة كلام ده كله يعني تمام واتشيك وانيك والكلام فلما ده خلت عملت الانترفيو وصلت الفينال انترفيو كان النتيجة ريفيوزد وكان ده افضل انترفيو اعمله في حياتي يعني انا مش متخيل ازاي اترفض يعني انا طالع وانا واتسر بنسبة 100% ان انا هابجبل وسانيا زميلي موصة علي وسالسا انا الحمد لله امكانياتي كويسة ازاي اترفض فسألت صاحبي انا عايز اعرف بس اي سبب رفض ان انا عامل افضل انترفيو في حياتي انا مجدب نفسي باللغة العربية بالانجليزية بالفرنسية والانترفيو قال انا معرفش لكنت بنتي يعني جيت لانا معرفش اللغة الالمانية طب ايه المنتجات جبت اللحل منتجات كلها اللي بتستخدم في الشركة والكمبيتتورز بتوحها واليه الموجودة في الكمبيتتور وازاي يعني انا بصوا انا جاهز للشغلة من الجارة تدري بصوا فازاي اترفض فكان حتة اوفاك والفايت ده دي مصيبة والسبب ان انا استعرضت المواهب بتاعتي جدام المنتي مسؤولة في الفاينال انترفيو فكان الموضوع يعني بالنسبة لي صدمه ايه ده او انا يعني ما اقولش امكانياتي وقدراتي وكده لا انت تدخل يا باشا تقول جايب 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 جدا بعرف انجليزي وعربي وشوية كمبيوتر وتمام زي الفول مال وفرنساوي والماني والكمبيتتورز والكلام ده كله انت لما تدخله باشوفوا الكمبيتتورز فدي كانت من ضمن الصدمات اللي حصلت في حياتي ان انا ترفضت وبرضو كنت قدمت للسفر للسعودية مرتين وترفضت يعني فكان مرة من المرات فيهم كنت كنت واخد سيفيه كده يعني ايه سيفيه عملاقة وعملت الانترويو حلو يدن يدن يعني فكان سبب اغرف ده برضو واستعراض المواهب امام الناس اللي هم مسئولين عن ايه عن الانترويو وبعدها اتعلمت حاجة ان انا مجولش لاي حد ان انا عند انجليزي ولا فرنسا والالماني ولا عنده طموح ان انا سافر دولة اجنبية ولا الكلام ده كل هم ده بيحسوا بيه عدم يعني يعني ايه ان انت مش هتوب بستيبل معهم اشتروا معهم فترة طويلة هتاخدهم سكة وتمشي والكلام ده كله طيب الكاتب جايب قصص كتير جدا جدا من الناس اللي هم انتهقوا القاعدة ومن الناس اللي طبقوا القاعدة طبعا من ضمن القصص وزير مالية لويس الرابع كان في واحد اسمه لويس الرابع والليه وزير مالية فوزير مالية ده ايه عمل حفل كبير جدا جدا طبعا وعزم لويس الرابع فعمل حفل ايه عالمي سبع اطباق اطباق من الشرق واطباق من الغرب وبعد الاكل خدهم في جولة في حدائق القصر بين الشجر والمزاهر والورود المزروعة في تشكلاتها اندسية جميلة جدا جدا طبعا وعلف له قونية وخلى حد اشهر ناس مغنين يغنوها طيب تاني يوم الصبح ايه اللي حصل بقى ارسل اليه جنود يخضوه ويزجنوه في عزلة في فرنسا في اعالي جبل بيريني ولا يسمو ايه جدا عشرين فيها عام عشرين عام اخير في حبس انفراضي لغاية ما مات طب انا ايه اللي وصلنا لكده اه انت اظهرت ان انت تفوقك بجع على وليك اللي هو لويس الرابع ده وان انت عملته وان انت احسن منه مع ان انت اعتبر في المنصب تحته فهو اتهمك بتهمة ايه تبديد اموال خزين الدولة فدي من المصائب اللي حصلت ومن القصص اللي عيبتني جدا جدا في الكتاب طبعا من القصص الكويسة في تاريخنا الاسلامي قصة ابو مسلم الخرساني مع ابو جعفر المنصور وباختصار كده الدولة الاموية الخلافة طبعا الخلافة رشيدة الاول بعدين انتهت الدولة الاموية جات الدولة العباسية ضد الناس اللي اسسوا قواعد الدولة العباسية كان واحد اسمه ابو مسلم الخرساني ابو مسلم ده كان قيد الجيوش يعني وعمل حاجات كتير جدا 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 ولكن كان لما يدخل على مجلس فيه الخليفة الاول العباسي وهو كان اسمه ابو العباس السفاح كان لا يظهر احترام ولا تقدير للنائب بتاعه اللي هو مين ابو جعفر المنصور النائب ده اللي هو اخوي يعني بب طبعا فيدخل يسلم بس على ابو العباس السفاح ويتجاهل طبعا ابو جعفر المنصور طب مات ابو العباس السفاح والا بعدها ابو جعفر المنصور فطبعا لم ينسى هذا الموقف هو قال لك في يوم من الايام ان كانوا طالعين الحج فكان في موقف بتاع ابو مسلم الخرساني وكان في موقف بتاع ابو جعفر المنصور كان دايما يتعمد ابو مسلم الخرساني ان هو يتقدم بالموقف بتاعه على ابو جعفر المنصور ولا يظهر احترام طبعا اللي هو ايه لنائب الامير المؤمنين في وقتها او امير المسلمين فطبعا ده حز في نفسها أبو جعفر المنصور أبو جعفر المنصور لم ينساها له لما تولى الحكم عمل له مكيدا وقتله فده كان من ضمن الحاجات أنه أظهر تفوقه على وليه فإظهاره لتفوقه على وليه أدى لموته على طول فأي بصوء في عالم البزنس في عالم السياسة في أي عالم أنت دخله لا تظهر تفوقه على وليك أبدا ممكن تلاقي حادفك زي أبو مسلم الخرساني طبعا من ضمن القصص تانية عيبتني جدا جدا بدر مولى عبد الرحمن الداخل وطبعا كانت نهاية الدولة الأموية ولم ينجوا من الدولة الأموية إلا وحد اسمه عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن ده دخل الأندلس منفردا وكان معاه مولى ليه اسمه بدر وهناك عملوا أسسوا الدولة الأموية مرة تانية وكان الدولة الأموية في الأندلس كانت حاية قوية جدا جدا لدرجة أنه سمي عبد الرحمن الداخل ساكر القريش وابو جعفر المنصور بنفسه قال الحمد لله الذي يجعل بيننا وبينه الله كان ممكن يرجع ملك أجداده فهمين ます بدر ده دخل �ائد الجيش والميجي بقائد الجيش مع عبد الرحمن الداخل وفي يوم من الأيام من من بتعبه معاه واذا كان من ضمن الناس المعنين وكان من ضمن الناس اللي اللي مكنته في الدولة فكان ده المن بتاعه بمجهوده وفضله على وليه اللي هو عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مران فطبعا ده كان قده لين هو عبد الرحمن الداخل عزله من كل صلاحياته ومن كل مهامه فدي كانت من ضمن الحياة انه هو اظهر تفاوقه على وليه ومن بفضله ومجهوده فده طبعا يعني كانت نهاية مأساوية جدا 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 من ضمن القصص اللي عجبتني جدا 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 في تاريخنا الإسلامي عن القعدة دي وتطبيقها مش انتحكها بقى تطبيقها التطبيق الأمثل قصة سيدنا خالد بن الوليد مع سيدنا ابو عبيد بن الجراح في موقعة اليارموح وهو ان سيدنا ابو بكر الصديق عزل سيدنا ابو عبيد بن الجراح من قيادة الجيش ولا مين سيدنا خالد بن الوليد ففي كتاب كده او في رسالة بعتها سيدنا خالد لمين لسيدنا ابو عبيد قبل ما يروح المعسكر بتاع الجند وقبل ما يتولى الإمارة الرسالة دي بصوا كل كلمة فيها وكل حرف تدل على تطبيق القاعدة دي بيقول ليه لأبي عبيد بن الجراح أول حاجة لأبي عبيد ما قالش من خالد لأبي عبيد يعني لا جدم اسم أبو عبيد على اسم خالد بن الوليد لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد سلام عليك قد أتيني كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالمسير إلى الشام وبالمقام على جندها وبالتولي على أمرها تمام ووالله بيأكد له بقى هنا ما طلبت ذلك وما أردته وما كتبت إليه فيه يعني متخيلين أنتم أنا مكنتش عايز ده أصلا يعني ولا أنا كنت عايزه ولا كنت قد رغب فيه ولا كتبت له إن أنا عايزة بقاعدة الجيش والكلام ده كله بيأكد بقى الكلام ده إيه وأنت رحمك الله على حالك الذي كنت به لا يعصى في أمرك ولا يخالف رأيك ولا يقطع أمر دونك فأنت سيد من سادات المسلمين في لبالكم يعني هنا بيقول إيه ووالله ما طلبت وما أردت وما كتبت تلاتة وما بص النحية الثانية بقى إيه وأنت رحمك الله على حالك الذي كنت به لا يعصى ولا يخالف ولا يقطع تلاتة لا برضو يعني متخيلين تلاتة ما تلاتة لا شوفوا الفصوحة والبلاغة يعني ناس كثير جدا جدا يعني يعني ما تعرفش إن سيد الخالد من الوليد كان من المفوهين والكتاب حاجة يعني بسم الله إن شاء الله بعيدا عن موضوع قيادة للجند والمعارك وانتصارف كل المعارك إنه هو صيف الله المسلوم فأنت سيد من سادات المسلمين لا ينكر فضلك ولا يستغنى تغنى عن رأيك بصوا كده النهاية تمم الله ما بنا وما بك من نعمة الإحسان شايفين كده شايفين الجمال تمم الله ما بنا وبك من نعمة الإحسان ورحمنا وإياك من عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه ده إيه الحلوة دي إيه الجمال ده أقسم بالله أي تحفة فطبعا دي من مراعات القاعدة ومن عدم انتهاكها وإن هو لم يظهر أبدا تفوقه على واحد أجدم منه دخولا في الإسلام طبعا يعني وكان قاعدة الجيش جاب له فمن أكتر المواقف بصراحة اللي عجبتني وقلت لازم أكتبه في القاعدة دي ومن أكتر المواقف التانية طبعا الموقف الحجاج ابن يوسف الثقافي مع سليمان ابن عبد الملك طبعا إحنا كلنا عارفين أن الدرع اليمين للعبد الملك ابن مروان كان الحجاج ابن يوسف وبعد عبد الملك ممات كان تولى ابنه سليمان ابن عبد الملك فالحجاج إيه جعل فترة طويلة جدا يعمل إيه يعني لم يذهب لمبايعته ما كانش من أول الناس اللي راحوا يعني فإذا سليمان ابن ملك شك إذا الحجاج عايزه ينفرد ولا إيه بحكم العراق أو العراقين وقتها الكوفة والبصرة فبدأ يشك يعني فرح طبعا متأخر أو رح أخر واحد في المباعة فسألوا سليمان ابن عبد الملك ما حملك على فعل هذا يعني ما حملك على تأخر المباعة شوفوا جلوا إيه شوفوا جلوا إيه جلست أرقبوا من لا يبايعك من لا يبايعك يعني معناها إيه أنا كنت جاعد بشوف من هيبايع من هنا ومن هنا ومن هنا عشان لو حد هيرتد أو هينتكس على المباعة أروح بقى إيه وقتله لازم إحنا خلاص وحدنا الإمارة المسلمين كلها على أمير واحد وعشان عدم التشتت وكده شايفيني الزكاء في التعامل وفرد الفعل فبصراحة يعني دي الموارف اللي عيبتني ودي القصص وحكت لكم قصتي وقصة أبو مسلم وقصة كمان وزير مالية لويسة وعبع وبدر مولى عبد الرحمن الداخل دول اللي انتهقوا القاعدة وقصة سيدنا خالد مع سيدنا ابو عبيدة وقصة الحجاج مع سليمان عبد الملك دول الناس اللي طبقوا القاعدة نجي للحكمة بقى الحكمة اللي تحطها في دماغك ان في لحظة ما لا يمكن إلا لشمس واحدة أن تسطع فلا تحجب أبدا نور الشمس أو تنافسها الشمس دي اللي هو وليك اللي هو مسؤولك اللي هو رئيسك اللي هو واحد أقدم منك في الشغل فبلاش تنافسه خلص خلي بالك من الحتة دي طبعا نصايح من البلد كده لو انت شغال مثلا وفي واحد أقدم منك أو في واحد مديرك أو مديرك جدام مديره فاهميني انتم كده يعني مثلا طايتل في الشركات أو كده بيكون في واحد مدير مباشر في واحد الاريا مانيجر في واحد الجنرال مانيجر تمام فانت مديرك المباشر اللي هو staple سوبار فيزور مثلا مع الاريا مانيجر مع الجنرال مانيجر لما تكون ويجي الاريا مانيجر يتكلم عن انجهزاتهاك وقامك وكده انس بالفضل ده كله لتوجيهات مين مديرك المباشر خلاص ليه؟ حشان يعني يحس بقيمته وبذاته اللي انه هو اللي انت هتتعامل معاه ده كله بتوجهاتك يكبرنا ودعمك لو في اجتماع شهري او السنوي ونجمك سطع انسب كل اللي انت فيه واللي انت وصلتله لمديرك المباشر او الواحد زميلك اقدم منك معاك هو اللي كان بيدعمك وبيقعد معاك وكده برضه ممكن تطبق القعدة دي مع زوجتك مع ابوك مع امك مع مدرسك دايما والد الله باكله يعني وربنا يديله الصحة وضلته العمر كان يقول ايه انت الفتحة واحنا نصلي وراك معنى الفتحة واحنا نصلي وراك يعني شوف اللي انت عايزه او شوف اللي انت تقرر عليه واحنا ايه واحنا معاك يعني فدي كان يديني ثقة كبيرة جدا جدا وتخليني ان انا ايه دايما رأيي ومستقل وبحاول ان انا اعمل اقصى مفسعي ان انا اساعد ابويا وامي واخواتي طيب تعال نشوف ان تحليل نفسي والسلوكي للاشخاص اللي بتضبق القعدة دي والاشخاص اللي سواء يعني من ناحية الايجابية ومن ناحية السلبية في ناس ايجابيين اه في ناس ايجابيين بيخاف ان هو يصبح ضحية انت ممكن تصبح ضحية ان واحد صاحبك زميلك حس انت تاخد مكانه فيروح يوزع لك مديرك في اي في اي حياة انت غلط عملتها عشان يفصلك تمام اه فدي ناحية ايجابية ان انت تتجنب ان تكون ضحية اه توصل للحكمة ان انت توصل للحكمة ان انت عارف ان ده من الصح ان انت اي ما تظهرش نجمك ما استطعش على مديرك مثلا تمام اه تعالي نفسه السلوكي السلبي ده ممكن يكون حيلة لاخذ مكان اه المدير بتاعك ودي في حيات اسمها سايكوباثي في بيتي العمل وللأسف دي بتحصل كتير جدا جدا لان الواحد يبدأ يسبت يسبت في المدير بتاعه او الأقدم منه عشان يبدأ ياخذ مكانه ويمشي فيعني ايه طبعا الفارج في تطبيق القاعدة من انتهاك القاعدة من شخصية ايجابية من شخصية سلبية ان كل اناء ينضحه بما فيه طيب سين واحد معنى كلامك ده ان انا معاملش بولشنج النفسي والمجهودي بص يعني لا المعنى ان انا لو مؤسسة او شركة كبيرة لازم تعمل بولشنج تمام لو مؤسسة صغيرة مثلا انه فرع واحد وانت ليك مدير واحد وبعدين صاحب العمل او كده كل بالك هيبقى فيها نفسانة كبيرة جدا 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 طيب سين اتنين طيب لو عملت كده مع مديري وحاس ان انا بشتغله اعمل ايه بص خليك لماهو زكي يعني حاسات ان هو ماشي بمبدأ المؤامرة او عرفت من تاريخه مثلا جابلي كده ان هو عمل كده وعن المدير بتاعه فيكون عنده عرضة انه ممكن اللي تحته يعمل كده معه فخليك لماهو زكي اتنين تعامل معاه مبدأ التغابي يعني 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 تعامل معاه مبدأ التغابي غير سلوبك يعني حاول ان انت ايه تعمل نفسك عبيت يعني تمام سين ثلاثة هل يوجد مرحلة تطبر عكس القاعدة بص مرحلة تطبر عكس القاعدة اه بس يعني انا شايف ان هي بتدل على الاستبداد والاستغلال في اغلب الاحيان ان هو ممكن ايه انا وانا وانا اللي عملت كل حاجة وانا وانا اللي بجيب العملة وانا اللي بحجر اضطرت عشان انت تاخد مكان اه رئيسك او الاجدب منك او تترجى ولكن يعني يعني انا بحسها استغلال وبحسها ان انت بتاخد حاجة مش حاشتك وبحسها دي من ضمن الحاجات الحيل بتاعة الاشخاص السايكوباسية والميكافيلية يعني تمام هل هناك في كتاب اللي لها مثال على هزي القاعدة من وجود نظري اه يعني يعني ابليس مع المول عز وجل لما قال انا خير منه حتة ان هو مين ده اللي انت هتخليه مش عارفي انا احسن منه فاهمين ابليس كده حتة الانا بتاعته دي فهو كده هنا ايه اه 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 تحدى المول عز وجل يعني تحدى في ايه في حتة انظرني الى يوم يبعث ونبص سيبني بس انا اه قال له انك اي من الموظرين فبعدين قال له ايه قال ثم القاتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اكثرهم شاكرين يعني انت بتعمل معيك طبعا هعمل مع عبادك دول ومع بني ادم دول كذا وكذا فهنا الحكمة يعني من من او الشهد من الموضوع ان ابليس بنفسه اه اه سبب غضب المول عز وجل عليه ان هو ايه اه اه اظهر تفوقه اه اه يعني مش تفوقه كمان يعني اظهرت ان هو افضل من 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 ادم ده اللي هو ربنا مفضل وعليه يعني فاهمين انتو الحتة دي طيب اه سين خمسة ما معنى وليه في اللغة العربية بص يعني وليه يعني اللي هو صاحب الفضل اه اه عليك يعني يعني انت وليه في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين يعني اه يا رب انت صاحب الفضل والمنى عليه فهي دي الفكرة بتاعت الولي ويا ربنا اجعل اه 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 ربنا اجعل دايما يا رب ان شاء الله ان هو هو الولي بتاعنا هو الصمد هو اللي بنتسند عليه في كل حاجة اه اه اتمنى ان احنا بالقاعدة دي وبالشرح بتاعها وبتبسطها اكون وصلت لكم بس شوية حاجات وشوية مبادئ يتفيد حتى لو واحد انا ما اهمنيش العدد اللي يشوف الفيديو ما اهمنيش الناس الكام مليون واحد استفاد لو واحد بس استفاد وحسيت ان انا فدته فحاجة انا حسيت ان هي صدمتني في الحياة وممكن تكون اثرت عليها في اتقاب مع بعض الصدمة وتشخيصي اه بالاول بفصوم وجداني ثم بعدين سناء يقض فانا هكون مبسوط جدا وسعيد اه كده اكون وصلت لنهاية الفيديو اقول لكم ان هي عسلية على كل الهلثوية وما تنسوش دعمنا على القناة التانية باللغة الانجليزية هسيب لكم لينك الفيديو في اول كومنت مسبت ساهم عليكم باي باي